مواقف متناقضة بشأن الحوار الاستراتيجي ومخاوف من ما هي المباحثات وما يترتب عنها فبينما ترى بعض الكتل السياسية ان الحوار ضروري ويهدف الى تأطير العلاقة بين الجانبين يحاول حلفاء ايران في العراق تكريز فكرة ان الحوار بين بغداد وواشنطن يتعلق بوضع القوات الامريكية في الميلاد وسط حملة واسعة لتشويه صورة الوفد العراقي الذي يتحاور مع نظيره الامريكي متهمين افراده بالعمالة هناك مشاكل بين امريكا وبين ايران خصوصا قبل بدء الحوار الاستراتيجي او الحوار حول الاتفاقي الاستراتيجي بين العراق وامريكا ما يبدو جليا تراجع النفوذ الايراني في الساحة العراقية في العديد من المواقف السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الاوينة الاخيرة الا ان ايران استبقت المفاوضات العراقية الامريكية بالقدوم الى العراق في محاولة منها للحصول على مكاسب ومصالح اليوم نلاحظ انه الايرانيين بدأوا بسلسلة تراجعات بمواقفهم باتجاه العراق وما ممكن ان يكون النفوذ الايراني بذلك الحجم اللي كان عليه سابقا في ايام قاسم سليماني اليوم هناك مفاوضات قادمة استبقوا الايرانيين مفاوضات العراقية الامريكية بالقدوم للعراق للحصول على مكاسب او وضع اهلية جديدة للتعامل ما بين العراق وايران رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعرف اكثر من غيره ان بامكانية الولايات المتحدة التي صنعت متاهة العراق ان تخرجه منها غير ان تلك المعرفة ستكون مضرة بالنسبة الى الاخرين من شركائه في العملية السياسية الذين يراهنون على الحليف الايراني وتلك هي المعضلة حيث من المتوقع ان يكون ذلك الحوار بداية لوضع خطة لانقاذ العراق غير ان ما سيحصل عليه العراق من وعود اميركية يمكن ان تواجه بالعراقيل في مجلس النواب الذي لا تخلو بيئته السياسية من الولاءات التبعية وبصرف النظر عن جميع الاعتبارات الرئيسة فان النتيجة المحتملة الاسوأ بالنسبة لكل من العراق والمنطقة هي حوار استراتيجي يعجز عن انشاء علاقة مستقرة بين البلدين ويمكن لنتيجة مماثلة ان تؤدي الى انسحاب القوات الامريكية من العراق ووقف كافة المساعدات الامريكية او حتى فرض عقوبات امريكية على العراق فهل سيخاطر العراق بمستقبله لصالح ايران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة